اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان مملكة البحرين اصبحت من الدول التي لها انجازات وبصمات واضحة في مجال حماية البيئة محليا واقليميا ودوليا وذلك من خلال ترأسها لعدد من المناصب للمنظمات الاممية والاقليمية الهامة كما ان اصدار مملكة البحرين للقوانين والتشريعات والتزامها بالاتفاقيات الدولية اثمر عن اكتسابها سمعة طيبة واثقة المنظمات والدول المتقدمة في مجال المحافظة على النظم البيئية والحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية وبخاصة الانواع المهددة بالانقراض وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم البيئة الوطني والذي يصادف الرابع من فبراير تحت الشعار لنجعلها مستدامة اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ان هذه الانجازات والمكتسبات في مجال البيئة والتغير المناخي انما جاءت بفضل الاستراتيجية النيرة والرؤى الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم واهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واشر سموه الى ان هذا اليوم يعتبر فرصة للدعوة الى التركيز على تطوير التعامل مع التحديات البيئية والمناخية وتلبية احتياجات الافراد دون المساس بحق الاجيال القادمة مبينا سموه ان اختيار الشعار هذا العام يأتي ضمن تعزيز الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الاعلى للبيئة لنشر الوعي البيئي باهم القضايا البيئية من خلال تبني سياسة وخطط استراتيجية ومشاريع وانشطة هادفة تخدم المجتمع نحو انماط وسلوكيات تجاه المحافظة على البيئة والتغير المناخي وحرص كافة المؤسسات في القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاهلية والمدنية على التعاون من اجل المساهمة في هذا العمل الدؤوب والمخلص لتحقيق حياة افضل للمواطنين والمقيمين على ارض مملكتنا الغالية داعيا سموه الجميع الى التعاون والتكاتف والاستثمار في التنمية المستدامة واظهار مبادئ المسئولية المجتمعية تجاه القضايا البيئية مشيرا سموه الى اعتزاز المجلس الاعلى للبيئة بدعم المبادرات البيئية وبرامج التنمية المستدامة واستعداد المجلس لتعزيز جسور التعاون بين مختلف القطاعات في سبيل توحيد الجهود البيئية الوطنية بين مختلف القطاعات وشرائح المجتمع